مشهد ازلال من نوع اخر ايضا يعني زابط شرطة السلاح اللي معاك السلاح اللي معاك وده طبعا علشان نفوت الفرصة على بعض المتربصين يعني ده لا ينسحب على كل ضباط الشرطة بدليل ان النيابة حبسته في الواقع اللي لسه هقولها يعني هي وقع ايضا اليوم يعني بدليل ان النيابة حبسته وايضا وزارة الداخلية للامانة لم تتسطر عليه وحتى لم تجد له اي مبررات سلاحك الميري ده بفلوس الشعب محل عصير هو ماشي بعربيته محل العصير واقف قدامه عربية بتنزل اصب احتاج زي ما انت عايز عندك مشكلة تتحل الا باستخدام سلاحك الميري يوصل انك تستخدم هذا السلاح لا هنا هيبقى انا مش امام ضبط شرطة هنا هيبقى امام قاتل اذا قتل اي مواطن او اصيب لان السلاح بتاعك ده من فلوس الناس والسلاح بتاعك ده زي ما فيه شهداء بيموتوا دفاعا عن الوطن وعنا جميعا انت بتمتهن دماء الشهداء وبتضيع جهد زملائك يعني شوف الشهداء الشرطة اللي بنعتز ونفخر بهم فيقوم نلاقي في صفحة الحوادث ان فيه ضابط شرطة اطلق الرصاصة على صاحب محل العصير يعني الراجل فاتح بيت يعني وانت تملك سلاحا من فلوسه وفلوس الناس استاذ نعمان صلاح نعمان صاحب محل العصير اللي اصيب برصاص ضابط الشرطة يا عم نعمان اهلا بيك اهلا محضر محل العصير بتاعك فين في اي منطقة حضر ديك في شارع اسماعيل رمزي دان الجامع فين الشارع اسماعيل رمزي الشارع اسماعيل رمزي الواقع الواقع زي ما انا قلتها كده ضابط شرطة معدب عربيته وانت في عربية بين انا كان جاء لي عربية قصب موفيش لعلها مكان فاطلت لها مكان ووجدت الراجل للصاحب العربية اللي كان راكن قدامي وطلع بعربيته وعربيته القصب المفروض ان هي كانت هتدخل يعني هو كان كل الموضوع دي اجزامك حضرتك هو كان وراء العربية ماشي معاتنين اصحابه نزل دي قلت ادب انتو عالم فيكو انتو عالم عليكو طب وانا زابط شرطة طب حضرتك معلش احنا اسفين انت زابط شرطة فروط تستحملنا دي اه واحدة حضرتك واستعلك الطريقة تمشي انت زي تتكلم معايا كده طب يا باشا مايصحش حضرتك عيب اما طلع التبانجا واما على طول حضرتك مديني طلقه في رجلي والطلع التاني عادت من جنب رجلي يمين ايه ده يعني هو اطلق طلقتين اطلق حضرتك طلقات 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 هو كان فيه قاله اتنين في الهوى عشان لا حضرتك فطلقات على طول في رجلك يعني على طول حضرتك اخترجت رجلي من تحت رجبتي خرجت من السمانة بتاعت رجلي الشارع كان مزدحم في ناس كتير كان يوم من حد ومحلان كانت قافلة وهو كان يعني هي كان كل الكصد ايها واحدة يعني انا ما كنت ما قلتلوش مثلا انا قافل الشارع ده هي كان كل الكصد ايها واحدة بس بقوله حضرتك معلش احنا اسفين لو سمحت ايها واحدة استحملنا فيها فنزل بقى بيقول لك انا ضابط شرطة وبطاع انا ضابط شرطة او انت ذا تتكلم معايا كده انتو عالم اه انا مش عايز اذكر لا لا مش هنشتم مش هنشتم طب يعني بس يعني انت يعني cuerpo اذا ما اكونpi نزاب الشرطة مفروض ان نزاب شرط دوت يعني ما يعني حضرت انا مش يعني اه زابط شرطة لو احترامه وتقديره في حدود الاحترام وفي حدود القانون يعني حضرتك ده ما تعملش معانك كده اتعلم معانك اننا فراخ في الشارع بالزبط حضرتك تشوفت لما تشوفت يعني فراخ كده حضرتك في الشارع وتقربها ولا لكن ليها اي حد يسق عليها يعني ما يعني حضرتك انت متخيل نوقف اللي بياخد لك حقك هنا يا من عمان القانونة هو محبوس دلوقتي على زمة القضية ما انا حضرتك اعملش ده ما حاجة اعملها اننا اروح على الاسم ده كويس انك روحت على الاسم انت انت الرصاصة دخلت رجليك مش كده اي يا فن روحت المستشفى انت في المستشفى ولا فين لا انا روحت خرجت المستشفى روحت عملت تاري طبي و عملت تاري طبي ايوة حضرتك وفي شهود شهده في الواقع يعني ايوة حضرتك في شهود والنيابة حبسته والنيابة حبسته اه على زمة القضية وده بقى ده النموذج السيء لاستغلال النفوذ والسلطة يعني حضرتك احنا يعني انا نقول حيزة انا اعملوا كيس لا ان شاء الله يعني القانون جاب لك حقك يا يا عم نعمان يعني خليك طبعا ما كانش في حد يا تمنى انك تصاب انت انت فتح المحل ده بعدك كم سنة حضرتك المحل ده ده يعني جد ابو يا لجدي لوالدي ليه انا معيه ستة اطفال حضرتك وماليش حضرتك في اي حاجة خالص محل فتح بيوت يعني ايوه حضرتك انا يعني كل حادة منحصلة بين البيت والمحل ليش احتكاج باي حد خالص حد حضرتك يعني اسم مصر الجديدة كله حضرتك انا طول عمري متربي ناس جنب الاسم كله بالكامل يعرف نعمل مخلطة فحد طيب يعني شوف انا بقصد ايه يا جماعة انه ده يعني راجل على رزقه يعني بشتغل يعني اهو وبعدين انت حتى لو فيه حتى لو العربية اللي بتنزل القصب دي حتى لو هي مخالفة يا اخ حتى لو هي خد اي اجراءات قانونية اعمل اللي انت عايزه بالقانون مش بالرصاص طب احنا يعني في النهاية لما الناس حتشوفك كده طب احنا ليه بنلوم حتلوم بقى اي حد بيستخدم السلاح بشكل فيه بلطاجة ازاي يعني وعشان كده هنا على الفور يعني هنا الوزارة الداخلية لا تتسطر النيابة كمان كان ممكن ان احيانا عند في زين البعض كده هيقول لك اصله مش هيحصل له حاجة لا هو خلاص بهذا التصرف الاهواج فقد صلاحيوته قضابت شرطة لم يعود امينا على هذه المهمة الجليلة اللي فيه زماي اللي هو بيدفعوا حياتهم ثمنا للدفاع عن المجتمع وعن الوطن هو خلاص لم يعود مؤهلا لهذه المهمة السامية اللي هو اهانها لما نزل قال هو انت مش عارف انا مين واطلق رصاصا من مسدسه يعني على قدم الضحية وكانت النتيجة حبسه وده كمان زي ما بقول لكم لما تلاقي ان القانون يطبق على الجميع بالشكل ده وما فيش تسطر وما فيش تهاون ولا اي ضابط شرطة حيتجاوز هو ده مصيره لانه كمان هو ده اللي للأسف بيضيع دم الشهداء اللي لن يضيع يعني في كل الاحوال ده وقع ايضا جديدة لامتهان وازلال حياة البشر صور من الازلال اللي بدأنا بيها الحلقة بوقعة الطفل التلميذ اللي امتهن على بقدم مدرسة وبوقعة مرضى الغسيل الكولوي وما اكثر المرضى اللي بيتم امتهانهم وازلالهم امام المستشفيات او بوقعة استغلال نفوز واستخدام سلاح ميري هو سلاح الشعب وسلاح المواطن لكن يستخدمه للاعتداء على المواطن ولازلاله يعني ولتخويفه عمان عمان انت قدلت باقوالك في النيابة وقلت الكلام اللي انت قلته ده عائفا طيب اه انا بشكرك وبقولك ارفع رأسك انت كمان القانون خدلك حقك وان شاء الله القصاص العادل في المحكمة بعد كده حياخدلك حقك ترجمة نانسي قنقر